جاهز تحكيها زي ما هي؟ انت جاهزة؟ السلام عليكم سمع الخير ومسائل خير في الوقت اللي تحضروا فيه هذا الفودكاست العظيم اليوم عنا حلقة مليئة بالمفاجآت والعشوائيات اليوم معانا ثنان فلسطيني يوصف نفسه بأنه أول بوب ستار فلاحي اليوم معانا كوكيم من فلسطين أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أهلا وسهلا الانتروفاكشن مليح مليح توصفني بسهل لازم أول بوب فلاحي بالعالم أول صح مش مز بالوطن العربي أهلا هي قديمة بالوطن خلل زمان أعطينا ماذا يعني أول فنان بوب فلاحي هو بصراحة أنا قبل سنين سنين اعتقدنا عشر سنين اعملت نوع موسيقى ما افتشو أسميه يعني اللي هو بكى موسيقى عربي بس بلهجة الفلاحية الي هي اللهجة الي أنا بحجة فيها عالة تنيا بتمين من فلسطين؟ من المثلث من المثلث ملاصق للجدار انو بين جنين وباقة الغربية إيش اسم القرية؟ جت المثلث جت المثلث جت المثلث رائب رائب جاهز تحكيها زي ما هي اليوم؟ إن شاء الله تحكيها كل شي زي ما هي يعني أنا تنبتشة ديبش بس نسألوا هذا السؤال بيكون مش عارف آه إن شاء الله هي بس لتلفت حواليه يعني عسد ما إنت جاهز أسر احكي لي عن بداياتك احكي لي عن حالك عن فلسطين كيف بلشت؟ أوكي اسمي كارم خلاف اللي بعرفش هادي مغم موليد التسعينات بلشت أنا موسيقى بشكل عام هي بالعيلة يعني عمي كان واغني في مصر بالتسعينات أختي بك هتغني أبوي صوته جدا جميل هو كان أم بالجامع بنت عمي برضو بتغني اسمها آي خلاف فمن وحنا صغار يعني الموسيقى موجودة والغناء موجودة يعني كأنه إشي خلاص ماخدينه بعين الاعتبار أكيد من العيل من البيت جزء من ثقافة البيت بالضابط إحنا كل البيت عنا كلهم أصواتهم حلوة حلو فأنا بلشت إنه حبيت الموضوع كثير من مسلسلات السيدة الذاتية المصرية تاعت عبد الحليم وسعاد حسني وأسمهان أنت قديم؟ تلا كانوا يحطوا هاي مسلسلات 2007-2009 آه يعني من زمان آآ 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 آ� مع أنه أنا ما كنت بالمر عندي خبرة ولا دارس موسيقى وقتها بس علمت حالي على الأورج على برامج الصوت توزيال موسيقي يعني فتحت الأبليكيشن أه 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 حتى مش على اليوتيوبا بكيت أفوت أخبس أشوف شو بطلع معاي والأورج بكاش عنه أورج بكا عند أختي أورج بس بهذا الوقت راحت على أمريكا سنة وخلتوا عنا وهو عنا أنا بلشت أعزف الأغاني سماعي حسب شيف بسمع لجون لينون كيفك أنت كل هالأشياء بدوم ما تطلع على بكتش عرف إنه في إش اسمه نوتا توتوريال ولا إش ولا مقام ولا سنة موسيقي أنا مطمومات عرفتني متأخر شو حاسي صح هذا والصح بالضبط حسب بسمعي يعني أنت بلشت بالضبط فبلشت تكتب بالإنجليزي عشان بكيتني تأثر في هانا مونتانا وإنجليزياتي كان هني الأفضل وهني أحسن من العربي منها التعبير حتى بالثانوية أنا خدت الأول أنا تحاني البكالورية فحسيت حالك بالإنجليزي ممكن تأخذ مساحة أكتر بالتعبير لليوم يعني بس بعدين صرت تحاول أعمال عربي لما تلعت أدرس بإسطنبول بتركيا ليش؟ عشان هناك لأول مرة في حياتك كابلة فلسطينية أنا أنا سرع بقاطعك كتير بس أنا هتير معجب بكاركتر بكاركتر الفنان تبعك إحنا لسه بتقولي أن بطلع درست بتركيا فهذا كله مدرسة اللي عم نحكي فيه اللي كابل؟ آه آه كان بالمدرسة كله هذا مدرسة البيانو والتلحين هذا إعدادة كله آه يعني لسه مدرسة مدرسة آه مهيب أنا آسف وحتى أول مرة غنيت قدام الناس برضو كانت بالثانوية بالمدرسة أوكي كان زي تالينت شو وكانت أغنيتك إلك تعمل إليها؟ لا كانت رولينج إذا ديب أدال أوف أول أغني أول أغني لأدال زر هي كان بسيط اللي أدال غنيتها بعد رابع خمس ألبوم إليها حتى يومها إنو حطت أصحابي اللي بالصف ما كانوش يعرف إنو صوتي حلو ولا أمي وأبوي بس أنا كشفت فرصة وروحت قلت له الأستاذ أنا بدي أسجل لغني في يوم الطالب قال لي شدك تغني أنت من هو أنت صوتك حلو قال لي بلا اسمعني بس يسمع إصحابي صار يقول لي راح تفضحنا وراح نبكى ضحوكة كل الفصل وأهلي بلبو استغربوا فبعدين الأستاذ قال لي يسمع كبير ما تطلع في كل مدرس يتفضحنا تعال غني قدام الصف اللي هم 30 طالب بس غنات رولينج إذا ديب كلهم بكوا بصدمة إنو أنت صاحبنا من سنين إحنا ما بنعرف تعرفش إنو شفت ضغط غني هات شفت ضغط نفسي اللي كان عليه نو ضغط نفسي كان كمير خصوصا أنك في سن مراحقة يعني سنة ما كنتش كثير مهتم لأنه أوشي هدفي إنو في إلي شغف إلو أتشبر من المدرسة وكان وردي مرحلة التنمر هاي يعني من صف الأول لا صف التاسع يعني ما كانت مارك فيها خلص خلص احكيني كيف تعاملت معها ولا ما أثرت فيه كل عادي ولا بوقتها كان عادي لو أثرت فيه كان ما يهننا أصلا بس يعني ما خفت ما آآ آآ إنو 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 كنت مارك بمرحلة التنمر زي ما أنت عم بتقول أحسن أنا لأن مراكة بمرحلة التنمر كنت مواصل مرحلة التمسحة آآ إنو شو رح يصير أكثر من اللي صار يعني جزء من شخصيتي سأل آآ جزء من شخصيتي وبالثانوية أنا كان وضعي الاجتماعي بشثير أحسن يعني كان عندي شعبية بالصف أوكي كان عندي صحاب شثير وبكت بكوا فاهميني بكين فاهمين عبعض نفس الراس آآ لأنه لما روحت عالثانوية روحت عم درسة تانية مش المدرسة اللي كنت فيها الأولى حتى بره القرية لاتقرية اللي جنبنا يعني آآ هي جمعت طلاب من كرة مختلفة آآ فما كانش في المسبب الأساسي للتنمر اللي كان معي بالثانوية اللي هو كان زي نسلم عليه آآ 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 نفس البلد نفس المجتمع هذا بدنا فطيح طارط والله هناك كل واحد جاي من معالم ما حدا بعرف الثاني فهذا كان أسهل لإلك فارتحت أنت كمان أكدر بالضابط آآ بكثير وحسيت أنه أكي هسا بقدر أبكى مين بدي أكون يعني خطة راح تصبط تمام غنيت من المدرسة لليوم ذاتر وجوه الناس والمعالمين وأنا أغني أنه كانوا متفاجئين أنه كل هذا طلع من هذا الطالب اللي عادة ما بحب الظهور ودايما عنده شل توهج بحالب يعني صراحة غناء سلة تركية صح؟ هلا أكمل القصة بس أنه بدا بداك نروح تركيا ونروح تركيا لا لا لسه إحنا عادية المطار هلا أكمل فشغلت لما غنيت من المدرسة والكيد كوبول هاي بكت أول دفشي إلي يعني لبعد حد وقتها الضغرة بلشت أقول لأصحابي عن الأغاني بسماعهم بالأغاني اللي أنا بكتبها اللي أنا بعملها صرت تنشر على الإنترنت صرت أغني بوجهي على الإنترنت بعد ما كنت أنشر زي أرتورك ما حدا يعرف وكتت أصلا تحت اسم كوكيمي يعني ما ما حدا بعرفك إنه هدا أنت هدا كله صف 11 و 12 يعني او 10-11-12 10-11-12 بالتخريج كان المفروض أغني برضو قدام حال التخريج بس في أستاذ بآخر لحظة كان فكرتي وأنا ما كنت أعرف يعني فلما ما عملت الفكرة الأخيرة أثر علي إنه أنا دفت حالي بره المدرسة أكثر وأنا عملت نفس العرض نفس السنة بس بعد 6 شهر في كلية يعني زي بكة في فعليه لكل البلد آآ أوك فعليه أهلا كل البلد هاي كل البلد فهي فهي أنت العادي زي عايش زي هانا مونتانا إنه هو أنت حاطت كوكم على الإنترنت بس أنت بالمدرسة إنه عادي ما بتعمل ولا إشي بالضبط آآ لهون أهلك فاهمين أنك أنت عم بتغني قدام الناس ولا رسا؟ آآ آآ فاهمين 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 كنت أطلعت بتالي نتشو والناس وعلى صوتا منها وكرا مهم لما طلعت بتالي نتشوهم باستغرب ومبسطوا عشان أنا باكة عندي مشكلة اجتماعية إنه أنا زي منبوذ دايما ما بعرفت عامل مع الناس فلما شاف إنه أنا طلعت غنيت قدام سبتمائة واحد حاس رتاحوا؟ نغني نعتمد عليه وكيف كانت الفعالية هاي اللي كانت فيها كل أهل البلد؟ هي كانت جزء من فعالية خيرية لجمعية اسمها ابتسامة أنا عملت يومها مش بس غنيت عملت عرض تاني كامل كامل بإضاءة وبروجيكتر وحركات وقصة برضو كان استغراب من أهل البلد إنه في حدا بعمل عنا هاتش إشي ووقتها صار فيه إشي آني ولي يعني كل سنين عمل نفس مش نفس العرض إنه بالفعالية هاي أنا عمل عرض على مدار ثلاث أو أربع سنين لحدات ما طلعت على تركيا فكل شغلي عملتها تبقى بالمنرسة أو بالمغرجان هدا كانت تدفشني إني أظهر فني للمحيط للإنترنت لإشي وقفتش في طرق شيف ممكن بس هذا كله أنا بكيت بعدي أبغاني إنجليزي أبكيتش مبلش بالعربة العربة شيف بلشت فيه لما طلعت أتعلم بإسطنبول كان عمرت 19 سنة أول مرة بحياتي بخطلت أو بشوف فلسطينية من غزة فلسطينية من الأردن من الشتات من محلات أنا مقدرش أوصلها يعني كحدة عيش بالمثلت في الداخل فهم بلشوا يلاحظوا إن أنا بحث في لهجة فلاحية اللي هي بسمعوا إنه هاي لهجة ستهم فريتهم الأصلية هاي الأشياء أنا ما كنتش واعي إلها لأنه إحنا كلنا منهجهات يعني وبالعكس عنا بالبلد أس أخف بس سماما بكى فيه عقدي إنه إحنا لما نطلع بره القرية لازم نغير اللهجة نهجة بالكاف والقال وقلنا وزي المدن يعني فكتير ناس شجعتني إني أفوت هال إشي بالفن صاحبي ياسر هو أطسطر واحد اللي أعطرها لي الفكرة فبلشت أفاتر بالموضوع وفتت مأحد موسيقى اسموه أحد العربي للموسيقى بإسطنبول جارة ماهر نعناعة اللي هو كان يشتغل مع صباح فخري كان بعلم بمأحد موسيقى صباح فخري بحلب فأنا تعلمت أساسيات الموسيقى كدد الحلبية وكل المقامات تعلمت على البزق والغناء وتعلمت النوتا لما تعلمت النوتا فتحت معي فرجت معك كثير طبعا صرت أشتري أروح على سوق تقسيم أشتري أهل موسيقية ورح أتدار تعلم عليها شهر زمان خلصها عمل أغنية فيها وهي على مدار السنتين لحد دي ما صرت أعزب في ترق ألات يعني زوصلين سبعة فصرت أعمل برودكشن أنا بالبيت مع ألات وطرية ألات بيانو ألات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الرعوب ولا رومانسية أعزو اللي كنا أحب ولا أنت من جماعة الأفلام المستقلة أه ناس ترحمش بس هو كمان مرحمنيش شو ما كنت تحب؟ اتخيل صار فيك تحضر قادما بدك أفلام بأقل من عشر دانير بالشهر وكمان خصومات تفضيلية على الفعاليات المقامة على المسرح موفي باس الآن في عمان الآن في سينما الريمبو للاستفسار 078 800 900 انت المغني وانت المؤدي وانت الفرقة وانت الكومبوزر وانت الإديتر خراج كوكيم خراج كوكيم أحيلي عن عيشتك شوي بتركيا إنك تطلع من فلسطين على تركيا لحالك اللغة اختلفت عليك الناس اختلفوا عليك مدينة كبيرة كتير حجم لبنان كتيرة كبيرة كتيرة كبيرة فيها 26 مليون واحد مع السياح يعني كانت تغيير إكستريم من الكوريا اللي فيها عشر تلاف واحد بس كل بيعرف بعضه كانت أول مرة إلي بمدينة حتى زيارات يعني أنا بالبلاد ما كنتش روح عمودن يعني روحت حرفية روحت عيافة مرتين كانت يعني ساعتين وأروح عشان أعمل براك معينة مش إشي فكانت أول مرة إلي في مدينة بتضيق بتخوف لذلك إنه بعد ثلاث أسابيع من هناك أنا رجيت على البلاد بعد ما رجيت على البلاد اكتشفت أصابت أنه لا أنا لازم أتحد أبقى قد التحدث فرجعت أسطنبول كانت تجربة أنه لا توصف فيها قاعدت هناك سبع سنين تقريباً آه وقاعدت في عزها وسقوطها أوكي أنا كنت هناك وقت الإنكلاب العسكري أوف اللي صار بحارتي كان علينا آه شوفنا الآن بك لنا من دبابات وفي جثت وخناصات وهذا إشي مش متعود عليه إنت بشكل عام لا بس على فكرة الشيء على المغرب أشوفه أتفاجأت بس على فكرة كنا خايفين أنا كان أصحابهم من غزة يعني من الشمال من جبالية فمتعودين على الأشياء طيب ما حصوش بغربة ما حصوش بغربة بس بك شعور مختلف طبعاً إنو الدول اللي هم يراحوا إليه عشان الأمان بتعرض لهكش طبعاً طبعاً خلتني أتعرف على عوالي مختلفة، ناس مختلفة اللي فتحت مقه وفتحت كل شيء أثر بالآخر على الموسيقى تشوف أنا بواكب الإشياء خلتني أركز بالغناء العربي أبسطر، خلتني أحبه بالأخص الغناء الصوفي خبنا هناك مشهورين بعملوا عروض صوفية كتير حلبة بتركيا هي كانت أن روحت هناك بوقت الصح المخصة يعني أبكيت بدي أبكى هناك فصرت تغني صوفي وقدود حلبية لحالي بدون ما أعرضوا على الإنترنت فاليوم يعني بس وعشان بدنا نربي الصوت مني وصرت أدخل ألحان أجرب كذا كذا أجرب بإشي مصري أجرب إشي إنه من الموسيقى إشي شامي من حلبة وبالآخر رسينا على الفلسطيني لأنه لما تبكى بعيد عن البلد ستلاحظ فيها الأشياء هاي اللي بتمييل تشتاء صح أحكي لي شو كان أصعب إشي في تركيا عليك إنه تغطع حالة عشان تعاف تتعامل معه أظن الجو أو يعني تعانكو الشعب الشعب والتعامل معه زائد اللغة في أنه هي جديد يعني جديد بكت فاتحة على العالم ما كانش في تقبل الأجانب خاصة العرب أنا بالجامعة كنت طالبي الأجنب الوحيد الكلية كلها يعني الكل بك يعرفني والكل بك يعرف اسمي بكتش عرف حدا لأنه ما حدا بكيحش معاي فكانت الاشي الثقافي هذا الاشي الاختلاف بالثقافي بقى صعب يتكرب بين الفئة اللي أنا بكتتعلم معها اللي هم فئة برجوازية شوي وأنا فعشان هيتش صار العربي اللي تم مع بعض بس لما تم مع ربع بعض كان إشي أحسن لأنه فتح صرت تعرف ناسي في تونس عاداتي في تونس أكلاتي بالمغرب كده 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 وحتى يعني يعني صرت أحاول صرت تعرف أتجمع من هون ومن هون أبصت لهجتي حتى عشان يفهموها أفهمهم إياها يعني كان في مشكلة برد مش فاهمين علي إشي لا هو المشكلة مش فيك يعني أحكي مع تونسي ما عبي يفتهم على المشكلة عنده ما حدا يفهم عليه عندنا أنا لأن كنت عايش بتونس فأول ستة شهر كارت لغة الجسد والأيول فقط يعني فاهم الإنجليزي عجوز أختي مغربي وكنت أحتي مع أهله بالإنجليز أه صح أه صح أه صح أه صح أه صح أه بس من أحد التحديات بكت الفترة لأني روحت فيها كانت فترة سياسية سياسية بتركية متداهورة كل يومين فيه هجوم إرهابي غير الإنكلاب فيه مرة فيه كان هجوم إرهابي على ملعب بشكتاش إحنا كنا رايحين على الملعب أصلا رايحين تحضروا يعني جيم بالملعب أه إحنا نحضر على بك فيه تلي جنب الملعب إحنا منروح نقعد هناك ونحضر اللعبة من فوق آه أوك الفجار صرع بالتلي لا فإحنا رايحين صاحبي الله يمصري بالخير كان نروح على الحمام فميلنا محل أنا كنت جعان أو حتى العكس أنا كنت رايح الحمام هو كان جعان أوك فهو راح يوكل أنا فوت جوه واحنا جوه مفجر صار يما كنا بعاد شارع يعني واو فريتوها فرصة مش مناسب تروحوا هالأ لا نكمل في المشروع مش فاضين نروح أحسن فهذا خلانا كلنا إنه نحس إحنا مش بأمان فإحنا تمركزنا في حارة واحد يسمى اسكودار أوك إنه كلنا عايشين هناك نفس الشارع ملتمين على بعض عشان نحس بالأمان 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 والحارة تصير حلوة جميلة جدا فيها جو القرية وجو المدينة والجو الأثنتي تبع اسطنبول أوك وهي ألهمت ألبوم إلي اسمه كفر التفاح أول إش عملته زمان في 2017 فهو كان مستلهم من الحارة مستلهم الحارة وفي أغنية اسمها حتى سوك سوك اللي يعني باص اللي بروح على كل مدن فلسطين بدون حدود الباص كان موجود بالحارة يعني كنا نروح عنده بس نتخيل إنه إنه موجود نطلع فيه رحلة كنا نروح أنا وصخاب الغزوية واللي من الضف يعني كلنا مع بعض فهذا هو كان الحلم اللي انتو كنتوا تحكوا فيه إنه بدنا نروح بباص نقدر نروح على كل فلسطين من غير حدود إنه آه ماذا لو جيت عندكم مع الدار ومثل عزمتوني على هذا بـ شو اسمه بالمغازي بالوسطى بغزة وهذا إش مستحيل يصير يعني حالي للأسف فآه يعني يا ويلي عأحلامنا نحن فلسطيني كنت معتمد شخصية الفناني بـ الفلاحي ولا بعدك لسه؟ هون كانت النشأة آه يعني لسه مش مقرر إنه هاي الـ identity تبعتك يعني كان identity واضح إنه أنا بغني فلاحي آه بس بكنتش منكيلها اسم هالحاتش بالـ 2017 بكيت بعدي بالمعهد كنت بسير متأثر بعدي بـ سوريا لما خلصت من المعهد بلش بلشت أرجع أسمع الأغاني الإنجليزي وبيلا آيليش تلعت وطلع أشياء جديدة هاتش أول مرة بنسمعها يعني أصوات جديدة وهذا فبعدها بلشت أركز بالـ production نفسه إنه أحس الـ production وتوصلت لإشي إنه لازم أعمل أغاني عصرية أكثر إلكترونية فيها حركة وهذا وقت أجد البوب الفلاحي لما شوفت حفلة لشاكيرا بإسطنبول في البوب الفلاحي تلع من شاكيرا بالضبط بس فاتشرفيها بلا بلا أوكي قل لي ليش فاتشرفيها بلا 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 أنا الفكرة أجدتني لما نزلت عاد تركوس على دكة عربية بس بتغني إنجليزي وأسباني أوكي فأنا قلت أهي جمعت التراثة الأسباني واللبناني بالإشي البوب العالم الإنجليزي فأنا هنا خطرت للفكرة هاتش وأنا أطلع عليها شو أول أغنية اشتغلت عليها بهاي الطريقة؟ هي من بعدها مش طالعة يعني حتى ما تطلع خلال سنين مش عارف بأنتها أوكي بس طلع علي جملة هاتش اسمها يعني اللازمة تلعت لي بكات تقول تشبتت تشب Kyoto حبيعة تشبتت تشبتت تشبت صار الشيبي براس لتجبي كلQueح قبل الجحابك تتفع علي exemplo الاشبت تشبت予 symbols element بسريت تأييدها قمان مرة؟ تشبتت 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 تشبت بقوليه تعالي عشر مرة قيناة صعبة تشبت تشبت حبيعة タش communications على شرياني شب شب صار الشيب صار الشيب براسلون وعنابي براسلون وعنابي ولا تبطلع علي لا حبيت هاي نفل عالفة أنا أول ما تبطلع على أمريكا كان الروميت تبعي من البيرة اسمه سامر اللي طلع من مطار من فلسطين لأمريكا ما شفش ولا اشي بعياته فأول كلمة سمعتها منه بقول لي بحر السيارة السامرة بحر بحر السيارة السامرة فكان بالنسبة لي هاي يعني لغة أخرى هاي إنجليزي ولا لسه ولا أحبابنا بالعربي طبع ولا أعطيني تشيس شو ما عليك اذا نطيني تشيس التشيس الاسمر انا متعودين احنا أهل البيرة لأنه هيك بحكم لا وبعدين بحكس فجأة بصير فلونت انجليش يعني بصير طبع من الاكستريم للأكستريم يعني فتحلمت منه كتير شغلات هاي موهبة أهل الطير اللي ببرم الله نصر الأمريكيين أهل البيرة أه طبعا والطيرة والطيرة كمان أربع أهل البيرة إنه كله تشاله وتشلنا وتشعدنا لا ودغري بحاول إنجليزي آه بعدين بصير يحكوا إنجليزي إنه بأكسنت أمريكاني الضبط أنا هكاك مفاجأتي إنه أمطيني تشيسي السامرة لأي نور مسين يعني كان عندي إنته وين الإنجليزي طيب أنا واش هتعلم يعني كان لسه عبر سباحة واش هتعلم عفكرة أنا حاليا بشتغل على أغاني اللي هيتس يعني اللي فيها فلاحة بتكلي بإنجليزي شوي كثير حلو كثير حلو كثير حلو لأنه هذا اللهم سوق كثير كبير إنت ما تفكر هذا الكاركتر تبع سامر اللي عم بحكي لك عنه موجود بالأولفات بأميركا يعني مش صح لا لا صح حتى بالبيرة عندنا لسه في منهم كثير بحكوا أصلا بهاي اللهجة وبربط عليه إنجليزي يعني كثير أنا بسمعها طيب احكيلي هلأ أخلصنا تركيا أخلصنا بتركيا بتركيا مأساوية أنا بدي أحكي عن آخر مرحلة بتركيا اللي أنت بعدها قلت أنا طالع من هون قللي كيف صار؟ أنا محتلات شف إرادتي بس كانت شهر خمسة 2021 أنا كنت بالبلد عشانين السختي وصارت أحداث الشيخ جراح أنا وين كنت؟ بالشيخ جراح صدتة إنت في إشي حتى تحكي لنا يا راح أنا راحة تركيا الشارع اللي جنة صارت للخلاب راحة على إستحاد راحة لا لا الأرض الأمان هو قاعد بأمانه بالأدغال ترموني عائدة اللي بتكون إياها وخلاص ماذا؟ فأبقت مش تخجر راحة طبعا كل عادي أي محل فيه أنا فيه بيولع ولعت الدنيا بدل بلشتنا نصور والناس صارت تيجي على التفاق مش تفاق على التغطية إلا على السوشال ميديا وأنا هيتش بلشت أنا أعرف بشكل مختلف لأنها بك عندي مشكلة معها بالبلاد إنه أجدت الناس عشان تعرف أخبار مش عشان تعرف موسيقى عشان تشوف شو بأغاني شو بعمل أنا لما شفت الناس كانت بتيجي أنا خففت التغطية وبعدها كعتفت شو بدي أعمل شو بدي أعمل كنت مني رايح أخو شوي على راجع على تركيا يعني هل إش راح يروح راجع على تركيا ما راحش فبلشت أحاول إنه أخلي الناس تنتبه لشو الأغاني اللي بعملها المهم أنا بها الوقت كنت تركيا كان الموضع لوز أحلى صيف بحياة تسفل ثلاثة وعشرين كنت عندي شقة لحالي حفيت تأخذتها بتطل هاتش نتفي نتفي تطل على البحر في بلكوني في حديقة وإلى آخرية هب شهر تسعة بفوت عالبيت بلك ورقة على الباب بتقول إنه لازم يجب إخلاء المبنى خلال أسبوع تايش عشان رايح يردوا البناية جه؟ أنا بقول مستحيل هذ إش صح يعني ما حدا كالله لا صح بالدار ولا حدا من الجران بعين أنا صرت أقول آه عشان رايح شنفيش حالة بالبناية فيه بس اثنين لأن لما الجعت من البلاد على اسطنبول البناية بكت فاضي وأنا بكت ماخذ راحتي على الموسيقى صوت عالي وأغني ما حدا ما حدا مش علي شكاوي سلام داخلي الزبط عليها بقيت تسلب البوليس بس ما حدا بتتسلب فبعدها فهمت وفهمت إنه أنا خلال أسبوع لازم أترك أترك كل إش بنيته عشان أنا البيت اللي أخذته يعني أوكي البيت كان فاضي أنا كل إش جواه أنا اللي عمل أنا اللي جبته أنا اشتغلت عشانه وعملت سنين أتجمع أثات أتجمع أغراض مطبخ أي الأشياء البسيطة هاي اللي بتحسيها إنها إنجاز وأنا كواحد بعدو يعني بالعشرينات أنا صار عندي بيت لحيالي كان بنسبة لي كثير إنجاز يعني أغلب الناس اللي بعرفها ما كانتش بعمر بكنش واصل لهالإشي فكت كانت صدمة 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 يعني بعت غراضي واللي استحسن إني أشحنوا على البلد شحنته الشغل اللي كنت أشتغله راح بنفس الوقت؟ بنفس الشهر يعني بنفس الشهر خسرت الوظيفة وإجاكت هنبيه إنه لازم تطلع من البيت عصر الظلامات صراحة كان فكل إشي كان ينهار حوالي زائد إنه كان في أزمة أجرات في تركيا وبيوت فكان ما كانش في بيوت خاصة للأجانب وكان في عنصرية زايدة والليرة كانت تنهار فكل إشي كان بيوحي إنه خلص وعادة أنا لما تنتهي مرحلة بحياتي من الله هيتش بصير أشوف أكابل الناس بالصدفة اللي يعني على مدار كل هالمرحلة تعاملت معها فأنا بهذاك أسبوعين زمان عارفين يا كنت كل شوي أشوف حدا كان جزء من حياتي في مرحلة ما بهاي الست سنين فأنا هون وقت فهمت إنه وكي الله والكون كعريم يقولوا لي خلص هاي هنا خلصت وقت كان إشي جند الحزين لأنه أنا بالنسبة إلي تعلمت الحياة هناك أول مرة فتحت بنك الأشياء البسيطة هاي والشغل كله كان هناك فكنت خايف إنه شو دعمل هاسه تروح إذا درجع على البلد شو بتدعمل هي البلد يعني بره مش حالة حالم هي ما كان عنده وقت إنه أدبر حالي ولا أقرر إذا روح ولا لا أسبوع زمان الكيت حالي في الشارع كنت كل الليلة أنام في محل طول اليوم أقضي بكام عايش أنت صغيرة زهرية ودارت فيها بالشارع إنه فيها أوعي فيها كل الغراضي ودار فيها بالشارع من منطقة لمنطقة وكان إشي جدا متعب وفكرة إنه أنا ما عندش محل أروح حتى أقعد فيه ساعتين ريح وأرجع كان معك اللي كان حواليك كلهم روحوا مين؟ أصحابك والمجموعة اللي كانت حواليك بتركيا عن مدار السنين فيه ناس هاجرت تخرجت فيه ناس رجعت فيه ناس تجوزت يعني تصار فيه كترة تغييرات وفيه ناس راحت عمنطقة جدا بعيدة بلاش توصلها يعني حتى خلال هاي المرحلة وأنا بالشارع صر عند أصحاب بالشارع تعرفت برضو على واحد كان برضو مش متشرد هو كان سايح بس فش محل نام فيه هو من سويسرا ما كنتش أعرفه بس ما كنتش أعرف مين هادا بس كان بده مساعدة باشي بساط ما بساط بعدها شبكنا قلت اه نفس وضعك يعني وهس احنا لليوم يعني كتير أصحاب جدا أصحاب يعني شوف الدنيا كيف تعمل مرات بلزب وعفكرة هاي هاي صدق فتحت الباب جديد في محل ثاني في بلعة ثاني اللي أنا حاليا بحاول أضبط الوضع هناك تشوف 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 كل إشي بصير لسبب فبعدين روحت على أساس إنه شهرين زمان أضبط وضعي وأرجع ع تركيا أركبات جديد أو أروح محل آمن أو حتى أنقل على رمالة محل البلاد هالشهرين تحول للهفة السنين أكتشفت إنه بلد بلد جدا غالي فصعب الأمور هاي تمشي بسرعة وبعدها صرت أقول أوكي أنا لازم حوش عشان أعرف تدبر حالي عشان تحوش طب ليما كانت أمان من ضمن حسبتك بهاي كانت فيه أمان حاضنة للفن وفي عندك وفي عندك متابعين وفي عندك فاليما كانت من ضمن الحسبة تبعتك كانت من ضمن الحسبة أسهل خيار يعني كانت هي ورمالة كان من ضمن الحسبة بس زي ما تقول ما كانش عندي ثقة جاملة بقراراتي بهاليش المرحلة عشان كونت ضايع إنه مش عارف شو أعمل وفيه كتير أشياء عم بتدور براسك أكيد فبيخوف كمان أكيد الخوف عامل أساسي يعني ما بتقدر أنت تقطع تقطع وقت كبير بعد ما بترجع بتعمل فحتى الراش والمينتاليتي والبيئة اللي بدها تطلع منها الأغنية عم تختلف كل أسبوع ع كل شهر ع كل ثانية بالضبط بالضبط بس إنه كعدتي بالبلد وإجباري إني أنا فنياً لازم أضلي ماشي ساعدتني كثير يعني هي أصلاً اللي عملت بوم أكبر من البكاء وأنا في تركية طبعاً إنه في ناس علاقات رمالة كانت كانت قبل الحرب يعني عشكة فن صح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر طبعاً بتحب تحضر أفلام بالسينما؟ أفلام عربية إلا كاتكوت أفلام أجنبية أجنبية ولا رومانسية؟ أعجب اللي كنا أحب ولا أنت من جماعة الأفلام المستقلة؟ آه ناس ترحمش بس هو كمان ما رحمنيش شو ما كنت تحب؟ اتخيل صار فيك تحضر قادما بدك أفلام بأقل من 10 دانير بالشهر وكمان خصومات تفضيلية على الفعاليات المقامة على المسرح Movie Pass الآن في عمان الآن في سينما الريمبو للاستفسار 078 800 900 موسيقى في كتير فنانين برمالله بس حتى كمان في كتير رابرز عندكم بالداخل يعني كتير تامر نفار سينابتك فيعني هل هدولي كانوا قدرت تتعامل معهم انت عملت أغنية مع السينابتك هل تعاملت معهم كيف كان الجو الفني سينابتك أنا تعرفت عليه أنا طبعا فان من زمان من 2018 يعني بس تعرفت عليه بمهرجان برمالله غنينا بنفس المهرجان والله كان تعرف مبارك يعني أنا كنت أحب تعرف عليه من زمان وشفت الجو خاضن الجو هناك بيحتضن الأشياء مشججة يعني ما بتسمعيش ناس من الفنانين بيحبتوك لا بيجوا بيساعدوك قلت اه انت لازم تعمل هيت مش هيت مثلا بعكس البيئة المنافسة اللي كانت في اسطنبول اللي هم ما كانوش يقول ليتشو لازم تعمليه بس يتفرجوا عليك ويحاول يجوب الأشياء السلبية بس عشان كل واحد بدي يطلع الله أكبر هدول أهل رمالة طبعا هيك هدول أهل فلسطين فلسطين يعني الشمال للجنوب عن جنب عادت برمالة وعملت مش مععدتش برمالة انت ضليتك بالمثلة بس كنت مشاوير رمالة مشاوير رمالة اوكي وبرضو عندي بنت عمي هيقاية خلاف يعني كل إشي كان يعني هي كان برضو تساعدني في موضوع انو تشتغل بالبلاد ولليوم يعني بنتساعد فحست بالأمان حست بانو اوكي فنيا انا بالعكس لازم أسس هون وكل إشي كان ماشي تمام كل إشي كان يطلع 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 لحد ما أجاء سبعة أكتوبر كابل سبعة أكتوبر يومين أنا كان عندي حفلة بالكوتس أنا كانت حفلة ناجحة كانت من المرات اللي أنا حسيت فيها انو أنا بهاي في نقطة عالي يعني لما صار سبعة أكتوبر أنا بلشت طبعا آخر إشي فتشرت في الفن طبعا هذا الإشي صار بعد شهر بس لما بلشت أفتشر بالحياة والمستقبل بلشت أكلك شو راح يصير بالكل الأشياء اللي بناتها هل في طريق ثاني هل لازم أطلع بعد سرت أجتني فرصة أن أطلع إلى دبي بس أنا رفضت لعدة أسباب ومنها سبب أنه أنا أنا محسيتش صح أنه أدشر البلاد البلاد وأهلي بهذا الوضع فأنا لكي الحالي قاعد بعمل بأغاني وقتها خلال سبعين عملت ألبوم شامل اسمه بيان استنكاري نزلته في واحد ثلاث اللي هو واحد ثلاث الماضي يعني لسه بعز الحرب بعز الحرب اللي هو كنت أنا مستنكاري هي عن الحرب الأمنية نعم كله الألبوم كل تراك جانب من أفكاري وأسئلتي عن الوضع سواء كان انتقاد تشوف أن العالم كانت تتعامل مع الموضوع مش عايفين نواقفوه سواء كان رثاء وحزن أو سواء كان خوفك لك إنه لوين نحن رايحين يعني لما عملت الأغاني هاي حسيت برضو إنه أوكي لا فيه إشي بعده موجود فيه قيمة بعدها موجودة لما طالت الحرب وبطل فيه أي فرصة وفيش أي فرصة تعمل حتى مصاري إنه عشان تايش فالواحد بيطرر يشتغل أشياء ثاني بطررت أشتغل أشياء ثاني بدي أرجع لك بس نقطة لأنه أنا كثير عندي اختلاط مع أصدقائي في الداخل يعني خصوصا عادي خليفة صديقي وحبيبي بهاي الفترة كان فيه كثير خوف لفلسطينية الداخل صحيح إنه يحكوا لمجرد رأي بس مش لو أنت اللي بتسيب تحكي على الأغنية وألبوم فكان فكرة إنك تنزل بوست أو ستوري أو أي كلمة عكس الاحتلال شو بده خصوصا جمعة الداخل كانت يعني كان فيه مشاكل كثير كبير ما واجهت أي نوع من هذه المشاكل بعد ما نزلت الأغاني؟ هو أنا يعني زي ما قلت أنا كنت عايش مع أهل غزة بإسطنبول فتفتشيري وتعامل مع هين مواقف مختلف تماماً عن أهل الداخل يعني حتى عن صحابي اللي كلهم بقوا يجوا يقولوا يقولوا لي دربالك وعرفش إيش وأنا كنت ذايق أمني شوف جو دربالك يعني صحابي وأهليهم قاعدين بيتقطعوا بيموتوا إيش يعني أنا بدأ ظلي كاعد ساكت عشان خايف فهذه بهاي بكت معي مشكلة هون حسيت بالتأثير إسطنبول علي وتشوف صور الإشي مختلف عن الناس اللي حوالي بالبلد بالخوف اه فكان في خوف بس أنا كنت عارف الحدود لأنه أنا شخطوني زمان شخطوني مرتين والمرة الثالثة مزطت فيه مزطت منها على واحدة من أغنيةك أخدوك؟ أول مرة بكوا بدهم يعرفوا سكتي المرة الثانية عن واحدة من الأغنية اللي محيتها بعدين اه طريت تمحيها زمانها لحدش برضه مهم ما كنت عندي خوف زائد عن حده كنت عارف إنه أوكي في حدود بس بغطرة شقر ساكت ما منفع الضمان مجرس شقر ساكت صح بزرط لما يكون عندك صحاب صعبة صعبة يعنى هي كل أولاد القضية يعنى بغدى النظر إنت滿ي غزة صح صح صحبة لما تشوف اللي عم بصير كتير صعب تضلك ساكت مع إنه فعلاً هم بقدروا ياخدوك بيوم وليلة وبأي لحظة آآ وأجوا عنده العمي يعني أنا شفتهم بعد ثنتين بالليل كاعدين بكهربوا فيهم وضربوا فيهم شو حطوا أبين عمي اللي مالوش دخل حت ما عندش انستغرام يعني حطوا تشيسي سود عراسه واختفى تشيسي سمر تشيسي سمر آآ خلينا نأخذ هلأ الفن شوي شو توقعاتك من جماهير أو جمهور الأردن اللي جاي يحضرك ويحضر الحفلة إن شاء الله تفاعل مش أول عرض إليك بالأردن بلأ أول عرض بس هو عرض صغير إنتمت شان هذا أنا محتاج هذا الإشي بها الفترة أوكي متوقع أنهم ينبسطوا يعني أنا عملت عرض ملائم لشو كعب بصير برضو إنه يأخذوا إشي يعني إلهام أو شعور بالشو اسمه هذا هي الفن طريق التواصل بالتواصل آآ بدك توصل بدك توصل الحياة اللي أنت عشتها والأمور اللي أنت مرأت فيها صحح؟ صح قبل ما نخلص مهند خلف بقرب لك المغني الفلسطيني لا لأنه برضو استضفناه بالبرنامج أنا هلأ تذكرت وابن عمس ومهند خلف بس أكيد مش مغني مغني عايش بأميركا وسم الله عليه منجم منيح يعني وبرضو بنفس الفلسطين ومحافظة التراث والدبكة والأهزيج بقى عراس فلسطين آآ عاطة عرفته مهنده آآ برضو نوجه له تحية حبيبنا مهند والآن سوف ننتقل إلى الفقرة المهمة في هذا البرنامج العظيم يا ساتف اللي هي هتسألك روبا خمس أسئلة آآ بتجاوب عليهم بكلمة أو بجملة من غير شرح آآ أنا بحش كثير صعب إن شاء الله أنا أنا سعيدة صدقني أنا بحب الفكرة من هاي الفقرة أنه بس اليوم يكون على الأد لأنه رح تطلع من جوه الفهم قصدي شو في نصيحة حدا قالك ياها ولا اليوم بتقتدي فيها بتحركش حالك آآ بتحركش حالك شو في نصيحة حدا قالك ياها واندمت إنك سمعت لها أو بطلت تسمع لها بحاولة صيخة بس حكيها بالفلاحة ما نحط الترجمة تحتها زي داعة ضاعة أمشي وراء رأي الناس ما ترد عليهم شو في قيمة كان عندك إياها وراحت مع الأيام قيمة ما هي اللي ارة التركية حاس رحي بش اختيارات بش اختيارات بش اختيارات بش اختيارات يعني تقدر تعمل سكيب بعد بش ضيوف أولو مع ما عندك إش يتغير إنه في أشياء زادت مش تغيرت كليا أوكي آآ فزاد عندك في من القيم إنه آآ ثم الوحد تتعلم أكثر الكلمة بزيد شو في قانون بتحب تضيفه للمجتمع العربي؟ قوانين التقبل الاختلاف إيش الهدف اليوم لإلك؟ جد جد يعني أوصل صوت أهل البلد اللي نعيش فيها رهيب رهيب وش العالم يعني شي جداً صغير في أصغيري بدك توصله للعالم؟ النقر لأنه فيش عنا حدا اللي بطلع يحتي يعني بشوف على الأخبار مرنات بجيبوا سيرتنا وعلى تويتر هو هذا وفي أجانب كاعدين بيحتيوا إنه ما حد فيش حدا كاعد بيحتي عنا منا يعني فهل إيش أشتر بدايكني وفي نهاية شكراً كتير لإلك أفواً رفعين رأسنا فيك وفخورين فيك وفخورين بكل أولاد فلسطين وشباب فلسطين وشباب الأردن وفنانين الأردن وحتى هنا أنا يعني لما يجوا أنا كوميديانز أو ناس من فلسطين من لقي التعامل معاهم إنه ما في فرق يعني شكراً أولاً أناك معانا اليوم أفواً وهذا الشي بشرفنا وبيكبر من برنامجنا ومن محتوانا أفواً شكراً لإلك عن جد أفواً أفواً ذكرت مقامات وذكرت أغاني وذكرت موسيقى وذكرت وذكرت الشيء ليس مناسب لالي أنت بكبرتك فالكل عنده حب فضول يسمعك عم بتغني بالعربي شيء فيه مساحة صوتية أو فيه لحظة فاتشرلك في اشي عند أملاقي الشيء كتير مناسب الشيء مناسب لستايله آه بس تبكهرك هذا جزء من الضفق أيو بقدر أغني لك موال إذا كان ذنبي أن حبك سيدتي يال؟ سواني تغير تقص يعني السكوة تحسين حسا عشان بدي أه أه عشان يزال إذا كان ذنبي أن حبك سيدتي فكل ليالي العاشقين أتوب إلى ربي أتوب إلى ربي أتوب إلى ربي وإني لمرة يسامحني ربي أه يسامحني ربي وإليك أتوب أه يسامحني ربي أه يسامحني ربي شكراً كثير عن جد شكراً عبادي ما تفاجأت أنا ولا توقعت عن جد شكراً 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 أحنا في ثلاثة ساعة ثلاثة بد نرجع غني لنا السلام عليكم شكراً 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 شكراً